موسيقى موسيقى أهلا بكم تحاول قوى الإطار التنسيقي تحميل رئيس الحكومة السابقة الكاظم مسؤولية الخراب والفساد المستمر في العراق والمتراكم طبعا منذ العام 2003 حيث رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد الكاظم وتتعلق بإهدار المال العام واختلاس أموال الحكومية وغيرها من القضايا رغم أن الكاظم أصبح رئيسا للحكومة بدعم كامل من القوى السياسية الرئيسة ولا سيما الإطار التنسيقي والتيار الصديق وفي تقرير سابق نشره معهد كوينز الأمريكي قال إن هناك محاولة واضحة لتحويل الكاظم إلى كبش فداء للفساد المتفشي في العراق ويؤكد المراقبون أنه لا يمكن محاكمة الكاظم رغم هذه الحملة الإعلامية الشرسة للميليشيات لأنه أي الكاظمي أو لأنه ليس في العراق نظام قضاء حقيقي وإذا جرت محاكمته أي الكاظمي فلا بد من محاكمة جميع أعضاء حكومته التابعين للأحزاب الطائفية السياسية في العراق محاولة القوى الطائفية والميليشيات التنصل من مسؤولية الخراب والفساد وتحميلها للكاظمي وحده هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية ما حضوظ حملة الإطار الشيعي السياسية والإعلامية في تحميل الكاظمي مسؤولية تركة الفساد والخراب في المرحلة السابقة ألم يأتي الكاظمي إلى رئاسة الحكومة بداعم من كامل من كل قوى العملية السياسية ولا سيما الإطار التنسيقي والتيار الصدري ولماذا تتعذر محاكمة الكاظمي من دون أعضاء حكومته التابعين للأحزاب السياسية كما يقول الخبراء القانونيون ولماذا تركز الميليشيات على الكاظمي دون غيره من رؤساء الحكومات السابقة التي راكمت الفساد والخراب في العراق وهل يثق الرأي العام العراقي بتعاهدات الميليشيات بملاحقة الفاسدين الحكوميين مثل الكاظمي وعضاء حكومته السابقة ضيف الطاولة رافع الفلاحي أضافر الشمري وليد إبريسا كأن العراق في قمة الديمقراطية والعدالة والنزاهة قبل حكومة الكاظمي حتى يتخذها الإطار التنسيقي شماعة يلقي عليها الفشل والفساد الذي انتهجته العملية السياسية منذ عام 2003 حملة لها أبعاد تصفية حسابات وتنصل من الفساد شراءها الإطار ضد مصطفى الكاظمي على المستوى الإعلامي والسياسي وبلغ الأمر ذروته بتقديم نواب الإطار طلبات رسمية للإدعاء العام بمنع الكاظمي من السفر والتحقيق بقضايا فساد ارتكبت في فترة حكومته التي أصبحت محطة لإلقاء اللوم عليها مع كل فشل انداري ترتكبه حكومة السوداني وبالتالي التنصل من المسؤولية عن هذا الفشل هذه الحملة بغض النظر عن فساد حكومة الكاظمي لها عدة أهداف أهمها تصفية الحسابات مع الكاظمي وإزالة داعميه من الساحة نهائيا والانتقام منه بسبب الصراع الذي كان طرفا فيه أثناء توتر العلاقات بين الإطار والتيار الصدري حيث هدد عدد من زعماء الميليشيات الكاظمي في ذلك الوقت بسجنه ومعاقبته قبل محاولة اغتياله بطائرات مسيرة استهداف الكاظمي كذلك يراد من خلاله انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة المطلقة والاستحواذ على جميع مفاصل الدولة وبذلك يوجه الإطار ضربة استباقية للتيار الصدري المقرب إلى الكاظمي إلى حد ما هذا الحراك الإطاري لا يمكن أن يخدع الشعب العراقي الذي يدرك أن الكاظمي كان رئيسا لجهاز المخابرات وتولى كذلك مناصب حساسة وشريكا أساسيا للإطار التنسيقي في العملية السياسية وبالتالي هو جزء من سلسلة فساد ممتدة إلى عشرين عاما وكان نور المالك أحد أكبر المهندسين لهذه العملية الفاسدة الشعب العراقي ولسيما متظاهر ثورة تشرين وصلوا إلى قناعة مفادها أن أي عمل حكومي ولو كان ظاهره الإصلاح لا يخرج عن لعبة صراع المصالح وخدمة الأجندة الخارجية أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في محاولة الميجيشيات التنصل من مسؤولية الخراب والفساد في العراق وتحميلها فقط لحكومة الكاظمي يضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وسيكون معنا من سدني في استراليا الأستاذ ظافر الشمري الخبير في مكافحة الإرهاب ومعنا من العاصمة النروجية أصله الدكتور وليد بريسم الكاتب الباحث السياسي أهلا وسهلا بيضيف الكرام جميعا أياكم الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا أياكم الله دكتور هناك حملة سياسية وإعلامية الحقيقة تقوم بها الآلة الإعلامية للميليشيات وفضائيات ومنصات وما لا ذلك في محاولة إفهام الرأي العام في العراق أن هذا الخراب والفساد الموجود في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم فقط يتحمله الكاظمي وحكومته ولا بد من محاكمته وهناك دعاوى قضائية رفعت عليه وهناك أيضا صور له ومجسمات في بغداد وهو يرتدي بدلات حمراء وموضوع في القفص هل لهذه الحملة حضوظ في إقناء أو إيهام الرأي العام في العراق أن الكاظمي فقط هو المسؤول عن هذا الخراب لوحده دون سواه من رؤساء الحكومات السابقة بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام الحقيقة واحدة من المضحكات المبكيات في هذا العراق منذ عام 2003 لحد الآن ما تحدثني عنه الآن لأن هذه العملية السياسية من عام 2003 لحد الآن من احتلال العراق لحد الآن هي بنفس أحزابها ونفس رجالاتها ونفس وجوهها ونفس الفساد والخراب الذي بدأت به وبدأت تطور هذه المؤسسة مؤسسة الخراب تتطور وتشمل فساد وقتل وذبح وتهجير وسرقة وضيع للحقوق وضيع للسيادة والاستقلال هذه كل مخرجات لهذه العملية السياسية التي بدأت منذ احتلال العراق لحد اليوم والوجوه والأحزاب في العملية السياسية وكل قوى العملية السياسية هي هي نفسها ولا يمكن لأحد أن يتصور من العراق أو خارج العراق أو أي متابع أنه كل مسؤول جاء في العملية السياسية من عام 2003 لحد الآن هو مسؤول جديد يعني نزل بالبراشوت مثل المصطفى الكاظمي يعني هل مصطفى الكاظمي نزل بالبراشوت وهو مسؤول جديد يعني العملية السياسية لم توافق عليه بأحزابها وقواها ولم تأتي به كونه يعني منقذ لها في لحظة من اللحظات بعد ثورة تشرين بعد اندلاع ثورة تشرين هل هذا من المعقول؟ هل من الممكن أن يدخل أي أحد ويشكل وزارة وهو ليس من العملية السياسية وليس من إطارها وليس من أحزابها وقواها ومؤمن بفكرها ومؤمن بتوجهاتها وهو أحد رعاياها هذا لا يمكن قبولة يعني ما حصل بعد ثورة تشرين بعد يعني ما خرجوا الشباب ذول الصغار الجميلين في العراق وقتلوا ألف واحد وجرحوا ثلاثين ألف قتلت منهم الميليشيات نعم الميليشيات أرادوا وجدوا أن العملية السياسية الآن في وضع خطر وترنح وقد تسقط فأرادوا أنقاذ هذه العملية السياسية بالمجيب كأظمي هذا الوجه وهذا الرجل لم يأتي اعتباطا يعني ليس جديدا لم ينزل بالبراشيوت مثل ما قلت هذا من أول يوم احتلال كان معاهم وهو جزء من هذه المنظومة منظومة الخراب اللي دمرت العراق منذ عام 2003 إذن لماذا هذه الحملة الشرسة ضد الكاظمي؟ هذه تفسيرها بسيط جدا جدا هم هؤلاء الذين نجاوا الآن لاحظ يعني أجروا انتخابات 85% من الشعب العراق يشارك في هذه الانتخابات من شارك بها لا يتجاوز 12 أو 13% ومن هؤلاء الذين شاركوا وهي قوى أمنية وميليشياوية التي شاركت في هذه الانتخابات القوى الرئيسية التي فازت في هذه الانتخابات انسحبت اللي هي التار الصدري والذين فشلوا في الانتخابات هم الذين يشكلون الآن العملية السياسية ويشكلون الحكومة نعم يريدون أن يقولوا للآخرين للناس للعالم أنه هذه الحكومة مختلفة عن الحكومات السابقة قادرة لذلك جاءوا بالسوداني وهذه الحملة هذا البوق الإعلامي هذه الظاهرة الصوتية الآن لني اسمعها هذا رجل كأنه يعني يمتلك العصة السحرية جاء من عالم آخر من كوكب آخر جاءنا من زحل وسينقذ العراق بطريقة غريبة عجبة وهو مكون وشخص من أفراد هذه المنظومة نفسه وكان وزير بيها وكان نائب بيها وكان مسؤول عن وزارات ومحافظ العملية وهو جزء من حزب الدعوة كذبة كبيرة يريدون أن يقولوا أن هذه الحكومة المشكلة الآن وهي واجهة ميليشياوية ضحتة نعم واضحة الآن تمثلهم تمثل هذا الإطار التنسيقي حكومة تختلف عن الآخر واتهامها أنه هي يعني مثلا سرقة هاي اللي يسموها سرقة القرن سرقة القرن اللي كل التقارير تتحدث نعم أنه جماعة بدر هم المسؤولين وهم أساس الإطار التنسيقي ليسوا هؤلاء من مسؤول عن الخراب والدمار الذي حل بالعراق هو الكاظمي الكاظمي جزء من هذه المنظومة جزء من الفساد والخراب هو لا يختلف عنهم لكن يريدون أن يحملوا جزء كبش فداء لكي يقولوا نحن نختلف نحن يجب أن تعقلوا نفقتكم لا أحد يتظاهر على أن يعقب ودنا نحن نتحول إلى سدني نرحب لضيفنا من هناك أستاذ ظافر الشمري أولاً الحمد لله على السلامة وثانياً أهلاً وسهلاً بك الله يسلمكم أستاذ ماجد تحياتي لكم طاقة الرافدين وضيوف الكرام ومتابعيكم الكرام أهلاً وسهلاً أستاذ ظافر نعلك أيضاً تتابع أن هناك حملة للآلة الإعلامية في الخطاب السياسي والإعلامي للميليشيات خاصة الإطار التنسيقي ما يسمى بالإطار التنسيقي ضد الكاظمي وحكومته ومحاولة تحميل الكاظمي لوحده كل هذا الخراب جبال الخراب هذا الحصاد المر اللي بدأ من عام 2003 إلى هذه اللحظة إلى أين يمكن أن تمضي هذه الحملة السياسية والإعلامية في شيطنة يعني شريكم في العملية السياسية ومحاولة تقديمه للرأي العام على أنه هو المسؤول فقط عن هذا الخراب شكراً عزيزي أستاذ ماجد يعني أضيف الأخ دكتور رافع يمكن بيّن سلسلم الأحداث التاريخية اللي جاءت بالكاظمي بس أنا أحب أضيف يعني حتى يكون أكوناك صورة للمشاهد عن من هو الكاظمي وكيف أجل السلطة ما إلا يعني بسرعة الكاظمي كان يعمل مع كالعان مكية في إذاعة أوروبا يعني شخص كان موجود هناك ما إلا أي دور يعني في الأحزاب أو كذا بعدين من وصل دخل العراق الكاظمي سيطر بيّه طبعاً بأوامر وبتنسيق على أرشيف المخابرات العراقية وبدوا بتأسيس مؤسسة الذاكرة العراقية أصبحت عندهم ملفات الملفات هذه تكشف كل الجهات اللي كانت متعاونة مع أجهزة المخابرات الخارجية اللي كان ارتباطها سواء بإيران أو بغير إيران من هذه الشخصيات أصبحت بيديه أوراق طبعاً نعرف أنها الأرشيف سربه ووصل إلى بريطانيا عن طريق مستشارة ثقافية يعني عنوان مستشارة ثقافية كانت موجودة أمريكية في بغداد في الفين وفمعاش تم تعيين الكاظمي في جهاز المخابرات لعلاقاته بحزب الدعوة يعني هناك رجال من حزب الدعوة إلى علاقات بهم تم تعيينه بالأرشيف خلال أربع سنوات أصبح نائب مدير جهاز المخابرات ثم مدير جهاز المخابرات هذه العملية والوصول إلى هذه الدرجة لا تتم بدون موافقة الأحزاب والجانب الإيراني خاصة يعني صح هناك تدخل أمريكي لكن أمريكا ليس لها يد كما لإيران يعني نقول إيران مثلا يد إيران ألها 85% و15% الأمريكا بعد أحداث تشرين طبعا كان المالي الكاظمي وغير المخابرات الأخرى تعلم أن هناك تذمر في وسط العراقي تذمر من سلطة الميليشيات تذمر من الفساد تذمر من سوء الخدمات تذمر من الاعتقالات والخطف والجرائم السياسية والفساد فكان هناك يعني مؤشرات أنه ستقوم ثورة ضد هذا غرفة العمليات تكونت من الكاظمي كشخص أيضا منهم أداروا هذه بالإضافة إلى هناك مثلا المهندس وغيره من اللي كان في غرفة العمليات في تشرين هذه نقطة مهمة جدا لأنه سترتب عليها عملية وصول الكاظمي إلى السلطة في تشرين المظاهرات طالبت بخدمات طالبت بمحاكمة طالبت بتغيير قسطور طالبت بانتخابات ثم طريحت مسألة قيادة تشرين وانتخابات طبعا كلنا نعرف أن الساحات انتخبت الناس اللي حملت صورهم هناك فائق عبدالواب السعدي عبدالغني الناس اللي كانوا القاضي الرحيم العقيري اللي كانوا لهم قواعد شعبية ونعرف في معظم الاستفتاءات وحتى في الساحات انه فائق الشيخ علي ورحيم العقيري الكاظمي كانت صورته موجودة لكن ما كان الى اصوات في جميع المحافظات هنا نقطة المفصل وهنا نقطة التحول اللي احب اركز عليها يعني الكاظمي تمدس ونشر صالح العراقي الذي يقال انه وزير الصدر او ناطق باسم الصدر نشر تغريدة طالبة فيها ان متابعيها ومقلديها او الشعب اختيار واحد من الثلاثة ووضع اسم الكاظمي على القمة في التغريدة الكاظمي فائق الشيخ علي ورحيم العقير مع العلم انه فائق كان هو المكتسح الاستفتاءات لكن تم وضع الكاظمي في الاعلى وهو ايحاء ان الكاظمي جاهز وعملية تجهيز طبعا وايضا تقييم يعني وتقدير لخدماته بما عمله ضد تشرين ثم وعلى هذا الاساس تم منحه هو يحسب على التيار الصدري اقرب الى التيار الصدري على الاقل خصوم التيار الصدري يحسبوه لذلك هناك حملة تصفيات وايقالات يعني بعد تولي السوداني لمسؤولين عسكريين ومدنيين اخرجوا محسوبين على الصدر نعم نعم استاذ ماجد لا يأتي الرئيس وزراء بموافقة الصدر فقط ايران يجب ان تقول كلمتها قالها الاخد رافع ونؤكدها نحن يجب ان تكون ان تكون هناك تعليمات وضوء اخضر من ايران يعني سواء كانت الاطار او الصدر من الكل هؤلاء يعملون تحت خيم ال يعني تحت خيم ايران فلازم ان يكون خلينا نحيل هذه النقطة اي اتفضل بس طورنا على دكتور وليد انحيل علي هذه النقطة ونرجع دكتور وليد مساء الخير مساء الخيرات استاذ ماجد حياك الله وتحيات جمهورك الكريم والاساتذة الاطفاض للضيوف الاستاذ رافع الدكتور رافع والاستاذ ضافر ضافر الشمال ضافر ضافر الشمال استاذ ضافر اهلا وسهلا تحدث الضيفان عن انه ما من رئيس للحكومة بعد عام 2003 في العراق الجديد يأتي ويتسنم منصبه ما لم يكن هناك مباركة او موافقة ايرانية او ضوء اقضر ومن ضمنهم الكاظمي لكن الملاحظ ان المحسوبين على ايران الاقرب الى ايران الاكثر عنفا من المحسوبين على ايران الان في طور حملة اعلامية وسياسية واحتقضائية هناك دعاوى رفعت على الكاظمي خلي السؤال من شقين لماذا ايران اطلقت العنان لهؤلاء لمهاجمة الكاظمي وهو الذي اتى لرئيسة الحكومة يقينا بموافقة ايرانية وثانيا هل الرجل سيبقى صامتا وهل لديه من ادوات القوة بحيث انه او الملفات وتحدث استاذ ظافر عن انه يمتلك ملفات عديدة سيرد على هؤلاء المهاجمين طبعا استاذ ماجد احنا خلنا نجي نفصل القضية وفق اسس علمية اولا يعني ما هي منظومة الحاكمة هذه المنظومة الحاكمة اهم ما تفتقد الى هو العقيدة الوطنية نعم هي منظومة بدون عقيدة وطنية هي منظومة يعني تكاد تكون شبيهة لحكومة مندوب سامي ايران يعني ممثلة لحكومة الولي الفقيه لا اكثر ولا اقل طبعا تاعة المظلة الامريكية هسا هذه لها بعادها ولها محاورها لذلك هذه الحكومة تعتمد دائما يعني دائما ما يربط مصيرها بما يحدث في داخل ايران او ما يحدث دوليا ضد ايران يعني انا مثلا اجعل هذا التوقيت ليش هذا التوقيت بالضبط اعتقد الكل يعرف بداية حملة الخزانة الامريكية بقيادة يلين او بادارة يلين مسؤولة الخزانة الامريكية لطباق الحصار اكثر على تسريب العملة الصعبة لداخل النظام الايراني فلذلك يتم ترحيل هذه الازمة الى الداخل العراقي لربما للتغطية على عمليات نهب اكثر من موارد العراق يعني لربما هذا جانب اول الجانب الثاني اولا هذه الحكومة او هذه هي دائما ما تتبع عملية اعادة التدوير لانها تفتقد للعقيدة الوطنية وهي حكومة يطلق عليها بالعرف السياسي حكومة انقراطية يعني حكومة تدعي الديمقراطية لكنها تدور السلطة فيما بينها وعادة ما تتبع عامل اما داخلي يعني اقلية داخلية مالية مثلا في بعض الدول او عامل خارجي مثل ما هو في وضع العراق اللي تتبع ايران اولا الكاظم من مثل ما فضل الاساتذة الافاضل يعني هو ابن هذه المؤسسة هذا الرجل ابن هذه المؤسسة طبعا تحدث هناك لان احنا قلنا هي حكومة الانقنات هي الاقلية وحكومة عادة ما تحكمها حالة الصراع على المغانب نعم حالة الصراع على المغانب هي العقيدة الوحيدة اللي تمتلكها هذه المنظومة فلذلك احنا حاليا في حالة صراع على المغانب انت شفت الصراع اللي صار بينهم صراع الشكل طبعا احنا نعتبره صراع الشكل بينهم بين تيار مقتدى الصدر لانه دائما ما نشوف هذا التيار عادة لما يكون صمام امان لهذه أو في كل مظاهرات لأي حراك مدن يهدف إلى مقارعة الحالة الطائفية المقيتة في العراق يركب التيار الصدري هذا الحراك ويمتص زخمة ويقوم بالقضاء عليه في كل حالة يعني من مظاهرات 2011 حتى دكتور وليد خليني أسألك في نقطة أن الموجودين جميعا هم في صراع على المغانم والمصالح والنفوذ هل تعتقد أن الإطار التنسيقي إطار الميليشيات يعتقد أن الكاظمي أو حكومتك كانت مهددا لهذه المغانم لحصصها من المغانم والمصالح والآن في طور الثأر والانتقام لا أعتقد ذلك أستاذ يعني ما الذي حصل في حكومة الكاظمي سنكون واقعين نحن في حكومة الكاظمي لو تلاحظ سيف وسياق الأحداث تم تثبيت قوة الميليشيات كدولة موازية أكثر يعني نحن لو لاحظ تأسست الميليشيات في عهد المالكي بدأ تقويتها في أيام الصراع مع داعش من قبل الجانب الإيراني وأنا حتى في 2014 خرجت على أحد القنوات العراقية وقلت لا يمكن تبرئة إيران مما حصل في الموصل وإلها أبعادها الاستراتيجية المستقبلية وأنا كنت أقصد أنه يحاولون تشكيل تيار يوازي تيار الحرس التوري الذي سيطر على كل مفاصل الدولة في إيران وهذا ما جاء يحصل لا أعتقد أنه في الكاظمي حقيقة عمل على تحجيم دور ما هو النموذج الآن دكتور ما هو النموذج المشابه أو المماثل لحرس الثوري الإيراني الموجود الآن في العراق ما هو النموذج الحجد الشعبي الحجد الشعبي بكل فصالة حجد الشعبي بكل فصالة وإلا لماذا يتم مخالفة المادة تسعة الفقرة أولا والتي تقول بصريح العبارة يحضر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة طبعا هم يقولون ضمن القوات المسلحة وهذا كذب بحب لأنه لو تلاحظ أنه حتى مرجعية السلسطاني حاولت تضاحم في زاوية هم أيضا ضمن صراع المغالم يعني أنا ما بنرأي أي ضلع من أضلاع هذا المثلث الجهنمي اللي سيطر على اللي سيطر على على مصير العراق والعراقين نعم لماذا لم ينضموا تحت تحت مظلة وزارة الدفاع لماذا لأنه هو المخطط إلى والآن هم في عملية شباك مع الزمن هم ليسوا بأغبياء تماما سيد ماجد نعم هم يعلمون أن العامل الدولي قابق أو سين أو أدنى من التغيير الجذري بسبب الصراعات الدولية دكتور أشكرك وكلامك واضح أشكرك وأنا مضطر نتوقف عند هذا الفاصل بالاستئذان من ضيوفنا ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار بقوة معنا الوطن الوطن هو أمي وأمي الوطن قبل كل شيء هو الهوية هو منه أنا ومنه أنت ومنه إحنا كنا الوطن طمأنينة الوطن راحة الوطن استقرارة تنزل في المطار تشعر أنه أنت غير يعني ما تحتاج شيء أنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك أكيد الوطن يعني كل شيء في هذا الفرد ولاد طفولة ناسا وأهله الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان هو الماء الذي نشرب أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في محاولة الميليشيات التنصل من مسؤولية الخراب والفساد في العراق وتحميلها فقط لحكومة الكاظمي ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والأستاذ ظافر الشمري والدكتور وليد بريسم الدكتور تحدث ضيفنا من سدني أنه ولعله أيضا دكتور وليد ما أعد تذكر أنه عندما كان في المخابرات يملك ملفات عن علاقة هذه القوى السياسية أستاذ ظافر بالمخابرات الدولية وبحكم هذا العمل اطلع على كم هائل من الملفات لماذا لا يستخدم هذه الملفات في على الأقل لجم هذه الحملة الإعلامية والسياسية للإطار التنسيقي وكبح جماحة وكما يقال وضع حد لهذه الحملة التي تستهدفه لماذا لا يكشفها أستاذ ماجد الأستاذ ظافر كان دقيق في توضيح كيف حصل عليها مصطفى الكاظمي وكيف وصل إليه وانا السؤال هم راح حيرة لأستاذ ظافر حتى هو يعني تهيئ الإجابة إليه نعم وردنا أقول لك أنه كل اللي في العملية السياسية هم مجموعة من الأجراء نعم يعني بمعنى أنهم ليسوا أصحاب قرار ليسوا أصحاب سلطة فعلية وحقيقية هؤلاء مجرد واجهات نصبت لتنفيذ مهام معينة وأدوار معينة في هذه المسرحية التي تجري من عام 2003 لحد الآن نعم هذه نقطة واحد عندما يحصل أي واحد منهم على معلومات معينة أو ملفات معينة لم يحصل عليها بجهده هناك جهة معينة أرادت له أن يحصل على هذه المعلومات وجاءت به ووضعته في هذا المكان لكي يحصل على هذه المعلومات وبالتالي هذه المعلومات ليست له ليست ملكه ملكة جهة التي دفعته وجاءت به إلى هذا المكان وهناك جهات قوية مسيطرة في العراق وأنا أقصد الجهة الأساسية أمريكا وإيران في كل جهة لديها معلومات ولديها ملفات معينة تخفيها تستخدمها عندما تريد أنا أسأل يعني هل أمريكا التي احتلت العراق ولحد الآن لا تمتلك ملفات عن كل السياسيين في العراق عن كل هذه القوى تمتلك ملفات وأنا واثق من هذا الكلام تمتلك ملفات يعني لم أطلع عليها ولا أعرفهم لكن بالتأكيد يعني بقراءتك لطبيعة النظام الأمريكي طبيعة القوى الاستخباراتية والمخابراتية الأمريكية هكذا تعمل كلها تمتلك ملفات على هؤلاء ملفات اقتصادية وسياسية وإخلاقية وكل شيء لكن متى تخرجها هي عندما تريد عندما تخدم سياساتها فلذلك الكاظمي إذا كان يملك ملفات وهو بالتأكيد مثل ما قال الأستاذ ظافر يمتلك ملفات لكن هي ليست ملكة هو مجرد راديو مجرد آلة ظاهرة صوتية تقفل وتفتح بإرادة خارجية الأمريكان أو كان من يكون إيران الأمريكان ما لا أعرف هو لمن ينتمي أساسا هي عندما تريد تقول له افتح هذا وتكلم في هذا الموضوع لا تتكلم في هذا فهو ليس صاحب قرار في هذا الموضوع عندما يهاجمونه ينتظر أوامر معينة من جهات معينة لكي يتحدث بالملف الفلاني والملف الفلاني هذه كلها ملك لجهات أخرى هي من تستخدمها لمصلحته لذلك هذا الصراع الأمريكي الإيراني حول الملف النووي له تبعات وله تداعيات وله أساليب معينة في التصريفات جزء من تصريفات هذا استخدام هذه الأوراق هؤلاء الأجراء في التعبير في التهديد في قضايا كثيرة نحن نحيط نفس السؤال ضيفنا في سيد نستاذ ظافر إذا كان عنده تفسير آخر لإحجام الكاظمي عن استخدام هذه الملفات أو كشفها أو فضحها ضد خصوم خصومة الذين كانوا حلفاء سابقين له أيام ما يسمى بالمعارضة إذا هذه الحملة الإعلامية والسياسية الشرسة لماذا لا يستخدمها لإيقافهم عند حدهم هل هو مستحي هل هو خائف هل هو لا يريد التصادم مع حلفاء ورفاق سابقين عزيزي استاذ ماجد العملية أنه يتم استخدام ملفات في الوقت المناسب يعني في الزمن المناسب في الوقت المناسب وللسبب المناسب الحملات الإعلامية هذه لا تقدم ولا تؤخر إلا إذا وصلت للقضاء القضاء أيضا محكوم يعني إيران هي من تحدد من سيحاكم وبأي سبب سيحاكم ولماذا سيحاكم نعرف إيران عندها جناحين الحرس الثوري والإطلاعات هناك من يرتبطون بالحرس الثوري وهناك من يرتبطون بالإطلاعات الكاظمي صحيح أنه مجرد دنيا وجيء به لتنفيذ مخطط والمخطط هو تحسين الصورة كانت هي المرحلة الأولى تحسين الصورة ومتصاص غضب الشعب لكن لماذا لا يستخدمها لا يستخدمها الآن لأنه الضغط عليه مو بهذا المستوى وأيضا يعني هنا نقطة مهمة أنه إذا أراد الكاظمي أن يضرب أي جهة يمتلك عليها ملفات فهو لن يقوم بهذا العمل بنفسه وإنما سيقوم بتسريبها لإعلاميين معروفين أو يعني لديهم جمهور ومن خلال هذا الإعلام ستبدأ تسريبات ستبدأ العملية فضح الملفات أما هو كشخص يعني لن يقوم بهذه مسألة فضحهم علنا تسريب لوثائق تسريب لأحداث ستكون بهذا يعني بهذا الأسلوب هل سيحاكم أم لا يحاكم كما قلنا قبل قليل أنه القرار إيراني الميليشيات هي يعني أول ميليشيات في العراق من كانت كانت جيش المهدي من هسس جيش المهدي أبو مهدي المهندس من الذي قاد عملية يعني هو الآن في هذه النقطة حتى وإن استهدفته استهدفته سياسيا وشخصيا ليس صاحب قرار في كشف الملفات ضد أصحاب هذه الحملة السياسية والإعلامية ضده نعم نعم أكيد أكيد وهم أيضا ليسوا أصحاب قرار في محاكمته يعني هناك نقطة مهمة جدا استاذ ماجي هناك نقطة مهمة يجب أن ننتبه إلى أن عملية فتح باب محاكمة الرؤساء وزراء ستأتي حتما بالمالكي إلى القضاء لأنه وهذا الباب يجب أن لا يفتح يمكن تعرف حضرتك ويعرفون الإخوان المشاهدين أن هناك حديث عن عدم المساس بما يسمى الزعامات يعني هذه الزعامات هم منحوا أنفسهم هذه اللقب الزعامات وأن الزعامات خط أحمر الزعامات اللي هم يدخل من ضمنهم رؤساء الوزرات إذا ما حصلت محاكمة لرئيس وزراء فإن هذه ستفتح باب محاكمة للآخرين نتحدث عن قضية عن صعوبة محاكمة الكاظم أشكرك دكتور وليد الحقيقة الإطار وفي هذه الحملة السياسية والإعلامية في الكاظمي يقول إنما يريد إرجاع الحقوق إلى أهلها إرجاع المال العام المنهوب وإيقافة الخروقات بين قوسين الدستورية التي جرت في العراق محاكمة القتلة وهذه كلها مسؤولة عنها الكاظمي وحكومته تعتقد أن الرأي العام يتعامل ويتعاطى بثقة بصدقية مع مثل هذه أو أسباب ودوافع هذه الحملة أم أن القضية معروفة للرأي العام أنه جزء من التصفيات والثأر السياسي بين قوى سياسية تحدثت أنت متصارعة على المغانم والنفوذ والمصالح نعم أستاذ مالجد أنا طبعا أريد أشير إلى ميزة تميز هذه القوة وهي من أكثر الميزات قباحة لأي منظومة سياسية حلت على العراق وهي هذه المنظومة تستهين استهانة وبكل صلافة فعلا استهانة بمقدرات العراق وبفكر الفرد العراقي وبوعي الفرد العراقي هم طبعا متقصدين من أجل يعني لديهم كان ولديهم تعليمات لكسر إرادة العراقيين وأيضا كأنهم يقولون العراقيين نحن نستهين بكم وأعلى ما في خيركم أركبوه كأنهم يقولون هذا يعني هل يعتقدون أن الشعب العراقي بهذا الغباء وهذه السذاجة هذا الشعب الذي أسقط مشروعين من أكثر المشاريع في المنطقة أولهم المشروع الأمريكي للشرق الأوسط وثانيا مشروع تفريس العراق اللي قادتها إيران وأسقطت ثورة التشرين العظيمة فلذلك أستاذ ضافر أنا أضم صوتي للأساتذ وخصوصا ما تفضل أستاذ ضافر عفوا أستاذ ماجد خصوصا ما تفضل بأستاذ ضافر بأنه هي مسألة شكلية وعملية خداع لا هم قادرين على محاكمة الكاظمي ولا الكاظمي قادر له الإرادة الحرة بكشف الملفات إضافة إلى عام الآخر أستاذ ماجد لدينا في العلم النفس أكو قاعدة تقول كثرة المحفز تقلل الاستجابة يعني نحن لاحظنا الكثير من الفضائح يعني شنو أكثر من فضيحة المالكي اللي يريد جيش عصابات للإيغال في قتل الشعب العراقي هذه التسريبات الأخيرة اللي ظهرت فماذا حصل لم يحصل شيء نتيجة لغياب صراحة نتيجة لغياب البديل الوطني اللي يقدر أن يردع هذه المنظومة المجرمة من التمادي في المساس بمقدرات العراقيين والتفريط بكل مكتسبات العراق الوطنية أرضا وشعبا أستاذ ماجد فلذلك هي ليست أكثر من ذر الرماد في العيون لعمليات أخرى مخبئة عمليات أخرى مخبئة وهم يسابقون الزمن صراحة لأنهم يعرفون جيدا أن الأيام القادمة ليست في صالحهم الأغلبية الجمهورية سيطرت على الكونغرس وسيكون لهذا تبعات دولية وأولها العراق سيكون من المتأثرين بذلك وستشهد الأيام ربما نتحدث في نقرأ هذا المعطى الجديد في أمريكا في ربما حلقات قادمة دكتور رافع الحقيقة هناك من يؤكد أن كل هذه الحملة الإعلامية والسياسية للميليشيات وتحميل الكاظمي مسؤولية الخراب والفساد والتنصل من هذا الخراب المراكم والمتراكم الحقيقة جعجع فارغة لا أساس لها الكاظمي لديه ضمانات من هذه القوى الآن التي تقود هذه الحملة بأن لا يمس وخاصة من قوى رئيسة بالعملية السياسية وشخص هذه العامري والخزعلي وما إلى ذلك هذه الحملة للاستهلاك المحلي والمصيبة الكبرى أن الاستهلاك المحلي لا يستهلكه لا يتعامل معها بجدية كلام صحيح دقيق جداً جداً إذن لماذا هذه الحملة؟ قال الأستاذ ظافر أنهم يمتلكون هذه الضمانات كلهم ولا يحاكمون وزعامات هذه الزعامات الكارتونية التي وضعوها في تاريخ العراق الأسود هذه العشرين سنة هذه كارثة لكن هم يحتاجون هذه الجعجع مثلما أطلقت عليها هم يحتاجونها في هذه الفترة جزء من عندها إلهاء إلهاء للشعب محاولة لإلهاء الشعب وتضليله أن هناك حكومة جديدة وهناك توجهات جديدة وهناك حملة ضد الفساد وهناك حملة ضد الخطوط المائلة هذه كلها للتسريب أو لتمرير سياسات معينة لتمكين القوى الميليشية والسيطرة على كل شيء حتى لحظة إعلان يمكن الحرس الثوري العراقي هذا كل جزء من هذه اللعبة السخيفة التي تلعب واللعبة القاتلة التي تلعب على العراقيين هذه جزء من احتواء إمكانية قيام ثورة شعبية عراقية جديدة هذا كل جزء منها أنتوا أعطونا الوقت أعطونا الثقو بالسوداني سيفعل وسيفعل والآن حاسب وما أعرف سوى ورجعنا مدرج قد 200 مليار مدرج قد دينار عراقي من سرقة القرن وراح أنرجع ما أعرف منه كذبة كبيرة هذه يعني منظومة الفساد هذه لم تبدأ من العدم هذه مثل ما نقول مرة أخرى يعني ما نزلتنا بالبرشوت هذه القوى التي تحكم العراق الآن كانت حافية جاءت عام 2003 بأحزابها وبشخصها حفات ومعروفة هذه القضية الآن ماذا يمتلكون هل يستطيع السوداني أو غير السوداني من هذه المنظومة اللي يسموها العملية السياسية أن يحاسب هذه الأحزاب ويقول لها إذا كانت تسمى أحزاب هي مو أحزاب جزافا حقيقة دكاكين سياسية ما أعرف ش تسميها دكاكين عصابات هل يستطيع أن يحاسبهم على ما يمتلكونه الآن هل يستطيع أن يحاسب عمر الحكيم عما لا يمتلكه ويحاسب نوري المالكي عما يمتلكه هادي العامري غير الخزعلي ماذا يمتلكون والآن ماذا يمتلكون يمتلكون شركات طيران ويمتلكون أرصد بالخارج ويمتلكون استثمارات بالخارج ويمتلكون أرصفة موانئ وحتى بالحدود الآن المنافذ الحدودية يمتلكونها يمتلكون تجارات يمتلكون اقتصاد العراق يمتلكون يعني تجارة نفط وتجارة مخدرات وتجارة أدوية هل يستطيع أن يحاسبهم الآن يطيحون ربما بمدير عام مديرين عام من ثلاثة أربعة شخصيات وهمية ليحيلوهم للقضاء والقضاء يحكم عليهم لكي يقولوا نحن الآن نواجه يدنا الضاربة بالحملة ضد الفساد وضد الخراب وضد السياسات الملتوية وضد سياسات تحكمها أمريكا الآن دعني فقط في هذه عندما يقف هذه العامر ويتهم أن أمريكا تتآمر على العراق من أجل الدولار هو من جاء بكم يعني من جاء بكل هذه العملية السياسية وكل هذه الشخص أليست أمريكا ولا إحنا ذاكرتنا مثقوبة ولا نتذكر كشعب عراقي لا نتذكر من جاء بهم ومن يرعاهم ومن حمل ميليشيات حتى في حروبها من كانت الطائرات تحمي يعني حتى في حركتها الموصل والأنبارو وصلاح الدين متحركت الميليشيات من كان يحميها من كان يوفر لها الغطاء الجوي ما هي أمريكا وأمريكا من تحمي الآن تتحدثون عن أمريكا بهذه الطريقة أمريكا تتآمر علينا عندما قيل لهم يعني على الهادي العامري على ذكر هدي العامري لماذا لا يعني المناطق الجنوبية المحافظات الجنوبية لماذا لم تعمروا شيئا قال منعونه لماذا منعوكم قال لأنه نحن أتباع علي أتباع آل البيت هذا كلام مقبول هذا كلام مضحك ومبكي في نفس الوقت دكتور استاذافر الحقيقة هناك يعني قانونيون ومختصون يقولوا لا يمكن الجماعة ينجحوا إذا طبعا صدقوا في محاكمة الكاظمي إلا مع أعضاء حكومته من الوزراء والمسؤولين وهم كلهم منتمون للأحزاب السياسية إما نجيبكم بكج واحد أو أن هذا التزييف أو التزوير في أن الكاظم يوضع في قفص الاتهام دون أعضاء حكومتي غير ممكن دقيق هذا الكلام استاذ ماجد كل شيء ممكن أن يحصل في العراق العراق ليست لدينا منظومة حقيقية عادلة طبعا مسألة فشل الحكومة الحكومة بالكامل إلا إذا كانت هناك وزراء لم يتورطوا في مساء الفساد نحن نعرف أن المسألة ليست ورئيس الوزراء والوزراء لكن هناك منظومة كاملة هناك قضاء هناك مناصب السيادية كلها بتدخل في كل شيء أمن مخابرات قضاء وزارات الوزير من جهة ووكيل الوزارة من جهة أخرى هناك حتى مدير مكتب الكاظمي أو مدير مكتب هذا الوزير أو ذاك الوزير كلها محاصصة وكلها موضوعة فالكاظمي هو جزء من هذه المنظومة نعم أنا قلت قبلا يعني لا يمكن فتح باب محاكمة رئيس وزراء لا يمكن نعم هجمة إعلامية هجمة لتخدير الشارع العراقي هجمة لبناء إعلامية لبناء الجمهور القادم نحن يعني تحت عنوان نحن أردنا الخدمات طبعا كلها الأمر هذا جانت على لجنة أبو رغيف اللي هي انشئت بقرار الوزاري لـ 92 أو لجنة 92 كما يسموها لجنة أبو رغيف حاكمة أعضاء حتى في في تيار الصدري يعني هما يقولون مثلا الكاظمي محسوب على الصدري هناك التقرير اللي نشرته الصحيفة الأمريكية وعادة الجزيرة أن أحد المعذبين كما قيل أنه هو جوادي القرعاوي اللي وكان مدير من مطار النجف هو الصدري هنا هل هو كانت هذه اللجنة تعمل على تصفية حسابات نعم أنا برأيي نعم وهي السبب محاولة مثل ما قيل أن هناك محاولة اختيال الكاظمي أنا لا أتصور أن هذه كانت محاولة اختيال الكاظمي من الميليشيات وإنما كانت عملية أراد الكاظمي منها أن يقول أنني يعني هدوا اللعب ولا أريد يعني كانت عملية سخيفة جدا ممكن تعرفون أنتو حتى أنه فقدت البصمات الأصابع يعني عملية سخيفة جدا وضحك على الدقون أشهر دكتور وليد الحقيقة ثمت إجماع بين على أقل المتحدثين في طاولة حوار على أن هذه المسرحيات عمليات إلهاء إشغال الرأي العام في العراق لحرف أنظاره أو البوصلة عن هذا الخراب الكبير المتراكم والحصاد المر هل تعتقد أن هذه المسرحيات أو التفاصيل السطحية ستلهي الرأي العام وتوقف اتهاما أو رفع أصبع الاتهام لهذه القوى السياسية جميعا بأنها هي المسؤولة عن هذا الخراب طبعا أستاذ ماجد يعني هم أنا مثل ما قلت لك هم يعني يتقصدون الاستهانة بالوعي العراقي يعني يتقصدون يعني على ماذا يضحك على من يضحكونهم يعني ربما يقول أحدهم لنتبع قانون يوليوس قيصر كل يوم سيرك وقليلا من الخبز نعم يعني هم أساسا مثل ما تفضل الأساتذة لا فاضل هي نحن متفقين هي عملية ذرامات في العيون عملية ملهاد وأيضا عملية حرف عن قضية خطرة عن قضية خطرة يعني أنت لا تنسى ما صرح بي لنسي جراهم بقدوم العراق ووعد يعني أمام شاشات التلفزيون وعد بملاحقة الفساد وهذه أيضا بدأت تنطلق أصوات لأنه ما حصل في العراق أستاذ ماجد حدث قطير يرقى إلى تهمة العبادة الجماعية اللي قامت بها هذه المنظومة بأجمعها بأجمعها وأكرر وأضع خط تحت كلمة أجمعها بالممثلة بمنظومتهم العقائدية المرجعية وميليشياتهم وأجهزتهم الأمنية وهي عملية عبادة جماعية بقتل ألف عراقي بدم بارد ويعاقد 25 ألف من شباب العراق وهناك بدأت أصوات تخرج من تحت الرماد أصوات دولية قوية لها العظور قوي طبعا نتيجة تقاطع المصال وعملية تغيير أيضا في عملية التغيير أيضا في السياسة الخارجية الأمريكية التي نحن على وشك مشاهدتها يعني أنا لا أريد مجرد أن أبني أمال على أمريكا لكنه هذا الواقع العالم أستاذ هو هذا الواقع الذي جاء بنا هذه الميليشيات هو هذا الواقع الذي أسسها من أسسهم غير العقيد جيمس ستيل المخابرات المعروف في فرق الموت الذي أسس ميليشيا جيش المهدي وهو عزيل أبو مهدي المهندس وضابط المخابرات الحرس الثوري أو ضابط الحرس الثوري حميد تقوي اللي تم قبره في سمرا هم دول اللي أسسوا الميليشيات هم أبناء المؤسسة الأمريكية هؤلاء يعني على من على من يضحفون لذلك هذه الحملات الإعلامية الحقيقة بلا يعني جعجعة بلا بلا نتيجة ها حتى نفتم نعم 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 أستاذ ماجد بكل ما على الكلم بكل ما على الكلم أشكرك دكتور وليد بريسم الكاتب والباحث السياسي وكان معنا عبر سكايب من العاصمة النرويجية أوستو كما أشكر ضيفنا من سيدني في استراليا الأستاذ ظافر الشمري الخبير في مجال مكافحة الإرهاب وأشكر ضيفنا هنا دكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي وكانوا معنا في حلقة طاولة حوار وبحثت في محاولة الميليشيات التنصل من مسؤولية الخرابي والفساد في العراق وتركيبها أو إسنادها أو اتهامها فقط للكاظمي وحكومته أشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة